بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الرتمي عشت حياة العلماء وطرق صنوف المتبين بسم الله والصلاة والسلام على صور الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النارد اخواننا معدنا مع أداة جديدة برضو من أدوات الديالوج اللي احنا اتكلمنا عنهم في التلات دروس اللي فاتوا هناخد ان شاء الله النارد اخواننا خليها السيف فايل ديالوج السيف فايل ديالوج السيف فايل ديالوج ببساطة برضو بتظهر في البنيل اللي تحت هي عبارة عن مربح حواري بيستخدم ان المستخدم او بيمكن المستخدم تمام بيمكن المستخدم ان هو يحفظ ملف خلي بالك هيبقى الشكل المختلف عن الفولدر براوس لان الفولدر خاص بالفولدر مجلدات انما الفايل هو خاص فقط بالفايل حفظ حفظ المجلدات الملفات فقط بانواحها المختلفة واحدة واحدة بقى شغل شوية واحدة واحدة بسم الله البروبرتز اول حاجة هنا يا اخواننا ايه التايتل وقال لكم مثلا ايه فتح او مثلا حفظ ملف ايستغير اغير برضو اثناء الرانتا تعال الاول نظهر نخلي دول كومنت تمام تعال هنا نقول له لاحظ هنا نقول له دوت شو ديالوج عشان نشوف شكله اولا قبل اي شيء خلي بالا اضغط عليه لاحظ زهر لك كلمة حفظ ملف جميل وفي عندك هنا ايكونة وفي عندك هنا مصار تم فتحه تلقائي خلي باك الحاجات دي كلها ايه بروبرتز ان شاء الله هنغيره هنا ايه طيب الحاجات دي هتبلينا اكتر انت لاحظ افتح ده او خد ايكونة هنا خد اي اخوانا الشكل ده هنا انواع انواع دي جميل في حاجة تانية هنا برضو في النوت لو قلت له فايل سيف تمام لاحظ هنا طلع هنا اكتر من شكل وهنا الفايل او اسف الفايل نيم هنا ده بيسموه تمام بيعمل قيم ما علينا الوقت ده ده زي ما اتفقنا دي الصيغ اللي هيقدر يحفظ به جميل جميل تعال بقى ايه نشوف نقدر نوصل انا شفنا شكل وعرفنا اولا هو بيعمل هو هيحفظ ملف ايا كان بقى اسم الملف هو امتداده تعال بينا نشوف الخاصة هنا اولا الاكستنشن لان انت لما بتحفظ ملف اي ملف في الكمبيوتر اخوانا بيبقى له مصار اي ملف في الكمبيوتر بيبقى له مصار بدليل لو انت نزلت تحت هنا لاحظ هتلاقي ده مثلا مصاره txt لان هو نوع تكست هايز تزرر هتقول له ايه لاحظ ده نوع اكس ام ال ده نوع اي ان اي ده dl ده اي اكس اي ده مثلا ال او جي يعني بمعنى كل ملف في الكمبيوتر بكل مصار وبالتالي المصار خلي بالك تمام لو برنامج بيفتح به ما علينا لوقت القصة ده اما حاجة كل برنامج له مصار طيب يبقى ده الاد اكستنشن طيب هنا اللي تشيك بص اكسست تمام هيتأكد ان المصار موجود ولا لا هو كده كده مع مول طرور طيب ناخد الحاجات الاساسية او اللي انا ايه ها مهم جدا هناخد الفلتر هنرجع الوقت ده اهم واحد تمام الشو هيل مش هنستخدمه تمام ده كده اهم شيء حتى الميسودز مش هتلاقي فيه اللفال اوكي لما يضعط ايه على اوكي تمام طيب تعال هنا ببساطة اهو في الفلتر واحدة واحدة بقى نركز في الايه في الفلتر لو سمحت ليه لان الفلتر هو عملية هو مش هيفيدنا كتير في السيف بقدر ما يعني هو يفيدنا في السيف بس هيفيدنا في اكتر في الاوبن ان شاء الله لكن كده كان لازم نشرحه من ارضه جميل جميل ببساطة الفلتر ماهو نعمل مثلا نشرحها هنا نعمل 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 من هنا كده تمام الفلتر ببساطة يا خوانا دعلي اكمل عندما انا هنا بقول له فايل صيف اص او صيف اي كامل هنا بيجيب لي الحاجات دي كده ازاي دعلي دعلي بيجيب لي الحاجات ازاي اهو بيبقى هذا الشكل ده لاحظ ايه النجمة دي ويهي الامتداده احنا اتفعنا لكل ملف له امتداد صح جميل كل ملف في الكمبيوتر له امتداد مسلا اقول لكم الملف اللي انا فاتحه ده هيبقى مسلا امتداده طيب النجمة لما بحطها هنا قبل الدط معناها النجمة هنا معناها اي اسم دط تي اكس تي يعني اي ملف بامتداد تي اكس تي حتى لما تيجي تبحس عن الويندوز تقول له مسلا النجمة دط تي اكس تي هيجيب لك كل الملفات بغض النظر ان اسمها اللي امتداده دط تي اكس تي يعني النجمة هنا بتعوض عن اي اسم طيب لو حطيت النجمة دط النجمة يبقى هيجيب لك كل الملفات لان هي اي اسم باي امتداد احنا اتفعنا الدط هو الفارق بين الاسم حتى في العادي اهو لو انت فتحت الاسم اسمه هنا ايه دا امتداده دط لوج الاسم اهو ده اللي انت ممكن ان تغير اسمه تمام اللي هو اي اخواننا ها لابداده ده الفائل اكس تنشن طيب لو انت حطيت هنا النجمة تمام النجمة تعود عن اي اسم اللي هو في حالتنا كان اسمه سيطب اكت جميل جميل طيب يبقى السيطب اكت يعود عن النجمة يجيب كل الملفات سيطب اكت وحمدي اكت وبرائم اكت وكل اكت كل اكت تمام لو انت حطيت النجمة طيب نجيب قال المنصار وانت قلت له هنا مثلا نجمة .ticket ليجيب لك كل الملفات اللي امتدادها تيكس مسلا .exe يجيب لك كل ملفات اي اسم ملف .exe طب لو قلت له نجمة.nجمة اي ملف بأي امتداد بس وصلت اي ملف بأي امتداد دي معلومة جانبي خليب اكت لسه الى الان مدخلتش في الفلتر طيب بفرض انا عايز اجيب كل الملفات الاسمها مثلا ايه علي بأي امتداد يجيب لك علي .exe علي .txt علي .gbg علي .brx علي .brx علي اي امتداد تاني لان انت قلت له انا حدده اسمه علي بس بس بأي امتداد ناخد الفلتر الفلتر يكون كالتالي اول شيء اي نص ليس اكتب اللغة العربية لان ده ما بدعمش اللغة العربية كويس طيب ثم العلامة دي العلامة دي اللي هي shift اللي هتلاقي جنب الزائد فوق جنب زرار ايه في الكوبورد عندي جنب زرار ايه العلامة دي كده تمام طيب جميل احنا قلنا ايه ها ده هنا الامتداد بتاع التكست ده يعني هنا نكتب اي كلام هنا اللي امتداد لو سمحت ايه خلي بالك هقول له نجمة مثلا ايه انا عايز مثلا ايه ملفات تكست انا عايز ملفات امج صور تمام هقول له هنا نجمة مثلا جي بي جي بس ده انا عايز تعال نجرب اهو ناخد ده كده هنحط فين اهو في الفلتر بس خلاص شغل كده لاحظ هنا ايه ده بالفعل دوت جي بي جي هنا خلي بالك لاحظ اختفت الايكونة لا ليه لانه هو ببساطة عملك فلتر عملك تصفية مش هيحفظ لك فقط الا بالامتداد اللي هي دوت جي بي جي طيب انا عايز اخليها لاحظ لو شلت ده خدت كنترول اكس شغل بالنامجك اهو قال له ظهرت الايكونة ليه لان انت هنا بدل سبته فاضي بايجيبلك كل حاجة يلا نجمة وصلت لا انا عايز احدده لو سمحت انا هاحفز بس 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 بامتداد ايكونة اهو تقول له لو سمحت الايكونة ده اسمها ايه اي سي او ده الامتداد طيب تكتب قبل الامتداد ايه اكتب اقل انت عايز سيب النص كده ماشي عايز تكتب اهو الايكونات بس او الرموز تمام كده اشغل اهو احفز اهو الايكونات ها بينكوسين دوت اي سي او جابلك الامتداد لاحظ تضغطين تدخل جوه الملفات هنا مش هجيبلك فقط الا الايكونات اهو مفيش هنا ايكونات وصلت ابحث بقى الايكونات في الجهاز كده وصلت يبقى بدل هنا هنا بيعمل لك فلتر مش هيظهر لك هنا بتعمل لفات لو عد كنت نفاهم المجلد هو بتصدر لك المجلد لان احتمال يكون جوه لاحظ هنا حتى مفيش الى الان مفيش ايكونات لاحظ اهو مفيش ايكونات مفيش تمام لكن ده في ايكونة فهزهر هال وصلت اخوانا عمل لك ايه ها ظهر هالا يبقى هنا انت عملت فلتر مش هيظهر لك فقط الا الملفات اللي انت عملتها فلتر ايه ده هو ممكن اقبل اكتر من فلتر اكتر من مصهر اه تعال نشوف مش اندي خليت وايكونbow طيب نعملها ازاي اهو مش ده مش ده بجي اه ااخ لي كمان واحدة خلصنا مت خلصت تلكمشة لاحظة انتεια هذا الامتداء التفاصل هنا اهو المظناء واحدة امتدات البداية ويكون تمام دوت اي سي او. تمام? نجمة دوت ايه? اي س او. نجمة اللي باي اسم. طيب واحد اقول لك لأ ده انا عايز احفظ الملف ده باسم مسلا ايه? علي. طيب عايز احفظوا باسم علي? تمام. هننزل دي على جنب كده سانية واحد. شفت كده مش انت بتقول له الايكونات. نجمة دوت اي او اي سي او. تمام? قول له علي دوت اي سي او. لاحظ. ها? علي دوت اي سي او. ايه الايكونة اختفت ليه? لان الاصلا الايكونة دي مش اسمه علي دوت اي سي او. الايكونة كان لها اسم تاني. لاحظ ده وانت هنا حفظت اهو. وطبعا لسا ما عملاش حاجة فقط الحفظ. تمام? كده نفتح تقريبا. الكمبيوتر. تمام? هنا. دوكومنتس. ماشي. هنا ما تحفظ السلس. لان اصلا مدتلوش حاجة يعفظه. بس هو كده حفظ الملف. وصلت يا اخواننا. ده كده ببساطة. ايه الفلتر. طيب نرجع بقى للفلتر اللي قلت نزلنا. انا خلينا نقول له مسلا هنا ايه? اهو اي اسم بقى. اي اسم بقى. كده. نجمة دوت اي سيو يعني اي ملف في امتد ايكون. يبقى هنا هيقبل ايج جي بي جي وايكون. فاصل اهو بتكتب الاسم ثم الفاصل ها واللي امتدد بتاعه. عايز تكتب اسم بعدها تكتب فاصل والاسم الجديد فاصل اللي امتدد بتاعه. تمام? جميل اهو. ده الفلتر. لاحظ سيبقى عندك ها? وهنا اي اي وهنا ايه? هنا اي امج وهنا اي اي وهنا اي اي هنا. لان انت حددت الاسماء ديت وحددت المسارة جميل. طيب بفرض انا عايز كل الملفات بقى. هنا الفلتر انا مسلا هنخلي الفلتر اي اتنين. بس خلي بك لازم يزود هنا بقى خلي بالك ان ايكون عايز ازود مسلا هنا اقول له ايه مسلا اني مسلا ورد فايل هيبقى مسلا بامتداد نجمة ضد تمام كده لاحظ هو حدد الايه الايه الاندكس صف واحد هذا كده اسف ده واحد اتنين هنا الاندكس بيبدأ بالايه بالواحد هنا واحد اتنين واحد اتنين انا فكرا كنت بحسبه يبدأ بالصف كويس معلومة جديدة هنا واحد ايه اتنين يبقى هنا هو يختار الاندكس التاني تمام طيب فلتر اندكس مفروض بيبدأ هنا مالوش كاده صف ريه اه 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 هو فعلا بالفعل كده بتاحت اهو على الهنت اللي ظهرت هنا اهو قالك ايه ها فلت ايتم هز اندكس اف واحد يبقى بالفعل اندكس بيبدأ بواحد وليس صف كما انا اعتقد طيب كويس تمام هنا البرومبت البرومبت هي تبع الكريد برومبت اللي انت ايه لما تيجي تحفظ الملف يظهر لك الرسالة ويقول لك انت متاكد ان انت عايز تحفظ يعني دوه يظهر لك ديالوج صغير كده تمام او مسجي بوكس فينا تأكيد يس ونو هل متاكد ان انت عايز تحفظ ولا لأ تمام يا اخوانا طيب دي معظم اللي احنا هنستخدمه حاليا جميل جميل طيب خلي بالي برضو الى الان مخدتش المضمون زي ما بيقول يعني الخلاصة طب انا هزهرته ديالوج مش المفروض اقول له سيف فايل ديالوج واحد دوت خلي بالك هنا هنا الفايل نيم تعالي اقول في الفايل نيم وهو الفايل نيم اللي تم تحديده تعالي اهو تعالي نظهره فرسالة كده تعالي نظهره فرسالة ده لاحظ ربليس مش ماشي لاحظ قال لك ايه سي يوزرز احمد دوكومنتس تشيك دوت اي سي او ها لاحظ هنا ظهر البرومبت ظهر الايه ها البرومبت اللي هو الايه السؤال اهو كريت برومبت تمام فين اللي انت تعمل ده بالنسبة للسيف وانت بتحفظ ملف كده لو انا قلت له ايه اهو لا ده البرومبت اللي انا بحفظ مكان واحد هنا واحد دولك محافظ سليمان لسه ما عملتش بقلس انا باجيب لك بس المسار الاول هنحفظ ناخد مسال ان شاء الله هنا لما بطلت اقول له مثلا كذا 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 ده البرومبت بتاع الايه الخاصية طبعا بروبيلس مش هتظهر هنا الخاصية كده تمام طيب لو انا كده ده بتاع الايه البرومبت بتاع الايه البرومبت بتاع الايه هو موجود بالفعل انت عايز تستبدله بالجديد تمام هي ده يبقى ده الخاصيتين يا اخوانا اخدنا مطبعا ما اخترت الشيء طيب ده الخاصيتين دول طيب في حاجة تانية عند اسمها خلي بالك وكده جبنا الاسم اللي هو ايه تم الحفظ به او ميسج بوكس او مش ميسج بوكس لاحظ هنا في حاجة اسمها الفايل نيمز ودي خلي بالك دي بتكون في الملفات لو هو اكتر من ملف لو هيختار اكتر من ملف لان هي بترجع بسترينج لو ليتلاحظت هترجع بقاسف بسترينج باري استرينج اهو اري ايه ها استرينج تمام تمام ده كده ببساطة شكل مبسط للايه ها للسيف شكل مبسط لي اخوانا لايه ها للسيف جميل ممكن تصهر الهلب للمستخدم تمام طيب المهم في هنا برضو حاجة الفايل نيم هنا اسم الملف ممكن تحدده من هنا هتحدد له اسم الملف اللي يحفظ به كمان ممكن تقول له مثلا ايه تمام اهو فايل نيم اهو علي دوت اي سي او تمام لو انت غيرت هنا يبقى علي دوت دي او سي هنا كده طيب انت ممكن على فكرة تضيف لاحظ غير لك الاسم جاب لك الايه الفايل نيم علي لكن انت كده كده تحزفه عشان يجب لك المسار طيب هنا ممكن تضيف حاجة برضو نسينا ممكن اقول له نجمة مثلا اول فايلز اسم مش نجمة الفاصل اول فايلز بعدين الفاصل عشان نحط الامتدات بتاعه نجمة دوت نجمة زي ما اخدنا عشان يبقى كل الايه الكل اهو الشكل ده كده لاحظ هنا القول ايه ها القول فايلز يظهر الكل بقى بل لو انت فتحت هنا صفت يظهر لك الايه الكل لكن لو انت ضغطت هنا كده يظهر لك مفاد دي او سي باس او الايكونز او الامج في حالة زكت موجودة انتفقنا اخواننا جميل داكي طبعا مخترتش لسه طيب ده ببساطة ها شكل الايه السي فايل ديالوج ان شاء الله نكمل الدرس القادر لانه هو انه هو طويل وفي نفس الوقت مش طويل يعني هناخد عليه مثال ونتكلم عن شوات حاجات بساطة فين كامل الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة